مجدداً يثبت الحراك البحريني في الخارج فعاليته بالوصول إلى مراكز القرار فمع حلول الذكرى الرابعة والعشرين لعيد الشهداء في البحرين في السابع عشر من ديسمبر رأى عضو البرلمان البريطاني توماس بريك مؤتمراً صحافياً انعقد في مجلس اللوردات شاركت فيه منظمات حقوقية بحرينية المؤتمر ركز على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وإمكانية الحكومة البريطانية ممارسة الضغوط على سلطات البحرين لردعها عن تلك الانتهاكات بدورها تستمر المنظمات الحقوقية بتوجيه الدعوات لبريطانيا هذه الإجراءات التي توقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين المؤتمر الصحفي اتخلى له كلمة للنشط الحقوقية سيد أحمد الوداعي صلط فيها الضوء على عقوبة الأعدام التي يستخدمها النظام الخليفي ضد نشطاء السياسيين الاحتفال في داخل البرلمان البريطاني إليه رمزية بأن حكومة البحرين التي تدعم من الحكومة البريطانية استذكرنا فيها ضحايا الشهداء البحرين تضحياتهم وبأن من قلب البرلمان من قلب الديمقراطية بأن هناك أحرار لا يقبلون بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لحكومة البحرين وهذا الأمر كان جدا واضح في ندوة الإقيمة اليوم لن يكفي مؤتمر واحد أو فعالية واحدة مرتبطة بذكرى الشهداء لممارسة الضغط على السلطات البحرينية ومعاقبتها على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بل يجب على المجتمع الغربي لا سيما الأمريكي والأوروبي التحرك إلى جانب البرلمان البريطاني واتخاذ إجراءات رادعة بحق السلطات في هذا الشأن حتى لو اضطر الأمر إلى قطع العلاقات القائمة على أساس المصالح مع البحرين